سلام المسيح مشاهدي قناة الحياة برحب بيكم في حلقة جديدة من برنامج المرأة المسلمة النهاردة في صالة على قلبي لينا جميعا صلاتي ليكم ولينا هي كلمات من الكتاب المقدس لرجل من رجال الله المتميزين جدا داود الملك داود كان ملك عظيم ومحب لله جدا لكن أيضا هو كان معروف بأخطاءه الكبيرة من القتل للزنا للسكر يعني كان بيعيش أزمات نفسية كأي إنسان وتخطى حدوده كأي إنسان ولكنه كان أيضا بيخاف الله وبيحب الله وزي أي واحد مننا الكتاب المقدس زي ما قلت لكم مرات عديدة إنه الكتاب المقدس لا يخفي أخطاء الناس ولكن بيتكلم عن أخطاء الناس ورأفات الله بصورة مفتوحة داود كان بيطلب من الرب الطلبة دي بيقول كده قلبا نقيا اخلق فيها الله وروحا مستقيما جدده في أحشائي الجملتين دول كان ليهم مكان في حياتي كبير قوي أنا شخصيا دي طلبة أنا كنت بطلبها من الرب أنا كمان داود كان باصس لقلبه وبيقول له كده يا رب أنا بصيت في قلبي من جوه ولقيت إنه مش نقي أمامك فأنا بسألك إنك أنت اللي تخلق فيها قلبا جديدا نقيا وروح مستقيمة ترجوك إنت وتتبعك إنت وكان عارف إنه محتاج تنقية واستقامة وتعديل لا يأتي إلا من الله وحده فأنا النهار ده بقول لك وبقول لك صلي معايا وقول له يا رب أنا بندم على كل خطية أمامك بقول لك نضف قلبي اديني قلب جديد اديني قلب نقي وروح مستقيمة أمامك داود كان بيندم على خطية أو خطايا في حياته كبيرة أو صغيرة يعني على حسب ما تحب تحسبها كل خطية تفصلنا على الله لكنه كان يعلم أيضا إن هذه الخطايا تعيقه عن فهم قلب الله والحياة بقلب الله ومع ذلك عند التوبة وحياة كانت حياة داود مستمرة توبة مستمرة وبحث عن قلب الله بصورة مستمرة فقال عنه الرب إنه شاف قلب داود قلبه حسب قلب الله صلاتي ليكم النهار دا أنه الرب يكشف لينا وليكم أمام عيوننا وعيونكم عيوبنا الشخصية عيوب قلوبنا وينقيها فنتوب أمام الرب ونجد قوة في حياتنا أمام الرب ومع الرب وإنك وإنت وإنت يكون اتصالكم بالرب قريب وقوي ومتواصل فتنمو في فهمك وقربك منه ربنا بصلي إنك ترفع عن عيون قلوبنا غشاوة العنصرية والتعصب والتعالي على الغير وتعطينا رحمة وتعاطف وميراث أبناء الله وحرية في المسيح أمين خليني أدخل في موضوع حلقة النهار دا بقى حلقة النهار دا بعنوان ميراث الضحوك القتال طبعا لما بنقول الضحوك القتال إحنا عارفين إنه دا وصف توصف بمحمد الرابط بقى بين الضحك والألم لإنه الضحك حاجة والقتل الضحك والموت والأذى القتل حاجة تانية خالص في الوصف دا لمحمد بالذات يعني مذهل جدا لإنه هو المفروض إنه فيه حديث بيقول إنه أنا الضحوك القتال بينفو إنه الحديث صحيح ما يمنش كتير لإنه كل الحديث كلها يعني خيالات اللي عايزين ينسبوه لمحمد لكن فيه حاجات ما بيقدروش يتخطوها ما بيقدروش يطلعوا عنها لإنه محمد في حياته الكثير من القتل والعنف واللا مبلاه فينفع إنه يقول عن نفسه كده آه أنا هو الضحوك القتال ينفع إنه يقول كده الحقيقة إنه ده زي ما قلت وصف مذهل جدا لكنه تعبير عن واقع أنا شفته بيتبلور أمامي في السنين اللي فاتت يعني هشرح لكم الحتة دي بس خلينا الأول نشوف في إسلام ويب بيقول إيه عن كونية محمد إنه الضحوك القتال بالرغم إنه بيقولوا إنه يعني الحديث لا يصح لكن عندهم تأكيد على إن دي وصف يوصف به محمد فبيقول كده وأما صفته صلى الله عليه وسلم بإنه الضحوك القتال فالمراد به إنه لا يمنعه ضحكه وحسن خلقه إذا كان حد الله وحق الله أوكي وبعدين ياخد بقى إيه من ابن القيم ويقول كده وقال ابن القيم في زاد المعاد وأما الضحوك القتال فإسمان مزدوجان لا يفرد أحدهما عن الآخر فإنه ضحوك في وجوه المؤمنين غير عابز ولا مقطب يعني مقطب الجبين يعني شو بيكشر في وش الناس وقتال لأعداء الله وقتال لأعداء الله لا تأخذه فيهم لو ما تلائم تأكيد على إنه هذه الصفة هي من صفات محمد الأكيدة ممكن يضحك في وش المؤمنين لكن هو مقطب الجبين وقاسي وقتال للمشركين النهاردة ده مش بيترجم في حياتنا مش النهاردة احنا شايفين الفاصل ده إنه المسلم يبص للمسيحي ولا اليهودي ولا غير المؤمن اللي حواليه ولا يستطيع إنه يحبه ولا يستطيع إنه هو يشاركه في أفراحه والكلام ده كله مش ده الناتج مش ده الموجود في المجتمع دلوقتي إنه لا فيه فرق إنت كافر أنا مؤمن إنت رايح النار أنا رايح الجنة وعلى هذا الأساس نتعالى بقى على الناس على هذا الأساس على حسب بقى يعني أفرح فيك زي مثلا ما بيفرحوا في موت المسيحيين ويقولك بقى راح ومش عارف إيه وعضم زرق أو كلام بقى إيه اللي تأدب لإنه اللي مات الراجل إذا كان راجل عظيم عمل حاجات خير طول عمره يفرح فيه ورده إنه مات راح وريحنا إن شاء الله الباقي مش شفنا ده بيتكرر الكلام ده ما كناش بنشوفه زمان لإنه ما كانش على عينك يا تاجر يعني كده على كل صفحات التواصل الاجتماعي والتلفزيونات لكن دلوقتي بيعندنا الشيوخ بيطلعوا بيقولوا الكلام ده على التلفزيون عادي عادي مش كده ده ناتج عن الأصول اللي وضعها محمد وحياته لأتباعه النهاردة فيه فرق شاسع بين إننا نربط الضحك بالقتل كده مرة واحدة يعني ضحوك وقتال في نفس الوقت إيه الصورة الزهنية اللي تيجي في شخصك لما تيجي تقول كده فلان ده ضحوك ونقتال يعني هو راجل في ذهني أنا أنا باتحك وأنا بقتل أنا مش متأثر أنت من نسبالي ولا حاجة لأنه اللي بيقتلهم دول لا قيمة لهم ده يعني من ساعاته أنه بينصر الإسلام بهذه الصورة حط بقى تحتها ألف خط وحط تحتها ألف تصور لواحد يعني الضحك ده المفروض أنه يكون فرح وخير وإحساس كويس القتل لا يمكن ينتج إحساس كويس إلا عند إنسان مريض فإنت عندك إحساسين ما يطلقوش خالص فيه سيكولوجية للموضوع ده سيكولوجية بقى التلزز بألم الآخرين دي حاجة اسمها سادية وليها تفاصيل كتيرة يعني يعني تحت تفسير موضوع أنت بتتحك ليه لما حد يتأذي مثلا ما بالك بقى أنت بتتحك ليه لما تكون أنت اللي آذي الناس أنت اللي مسبب القلم عند الناس إحنا بنتكلم عن واحد بيع تارف أنه هو بيضحك في قلم الآخرين فيجو الشيوخ بقى يجملوها شوية مكياج هنا وشوية مكياج هنا ويقولوا إيه هو يعني صايحة هو بيضحك في وش المؤمنين وده كويس ومقبول ويعبس في وش الكفار ويقتلهم كمان وده يبقى بقى فكرة مقبول عند المسلم النهاردة للأسف إن دي خدعة كبيرة إيوعة تصدقها الله الحقيقي لا يمكن يرسل ليك إنسان يوصل لك رسالة محبة وسلام ويبقى ضحوق قتال أبدا شوف الفرق من رسالة المسيح بالمحبة للكل والباب المتسع أمام الكل والوقت المفتوح أمام الكل لأنهم يقبلوا المسيح ويكونوا من ضمن اللي ربنا اللي قلب الله عايزه ده حاجة واللي إحنا شايفينه في وسط الفكر الإسلامي ده حاجة تانية التعاطف مع الناس ده حاجة تانية يعني خلين الأول يعني عايزاك عايزاك الأول تقف عند الصورة للزهنية للشخص ده إيه هو ده حوق قتال في استمرارية للأمر كمان يعني هو مش بس بيقتل كده لا ده قتال مستمر والدليل عندنا في الأثار الإسلامية كلها والكتب الإسلامية كلها هتلاقي إنه محمد من وقت ظهوره بالرسالة اللي هو بيقول إنه استلمها دي إلى يوم موته كان قتال للناس كان مش بيقتل بس الأجساد ولكن بيقتل النفوس أيضا وهنشوف أمثلة على ده اوعى تضحك واوعى تفتكر إنه محمد مثل جيد لك ده تاريخ داموي ورسوا المسلمين النهاردة للأسف وأنا منكم لأنه إحنا كمسلمين سابقين إحنا ورسنا ده وكنا ماشيين فيه لكن يسوع المسيح خلصنا اللي ادانا بقى تعاطف مع الآخرين محبة للآخرين اللي خلاني أتعلم إنه أنا لازم أكون فرحانة مع الفرحان وحزينة على الحزين فرحاً مع الفرحين وبكاء مع الباكين لأنه مش عشاني أنا ده عشان الله غير قلبي أعطاني قلباً كقلبه يتأثر بها لك الناس لكن لا يهلك الناس التاريخ الدام ويدا جريمة كان في حقنا وفي حق الأجيال الماضية دي كلها إذا ما أثرتش عليك عملياً فتبقى ممكن ما يكونش عندك تعاطف وتواصل مع الناس اللي حواليك إلا اللي يخصوك بس يعني ده ممكن يبقى التأثير العملي في حياتك لده إنك تكون متعالي على الكل ومش مهتم باللي حواليك وما عندكش تعاطف حقيقي مع الناس أو إنك بقى تصبح قاتل تحت راية الإسلام ومنفصل عن مجتمعك تماماً ومتعالي عليه لإنكم أنتم الأعلون والدين الأفضل وغيرك يستحق كل اللي يجرانه في نقطة مهمة جداً لا يجب إن إحنا ننساها وإحنا بنتعامل مع واقع الإسلام والمسلمين النهاردة ومن المهم إننا نعترف إن محمد هو مصدر كل تشريع دايماً هتلاقي حد بيقولك أصداء الرسول والصحابة لازم هيوصلوله العمل ده فاكرين في الحلقات اللي فاتت كنا بنتكلم عن إنه إزاي تصحى وإزاي تقول إيه وتمسح على وشك إزاي وتعود إزاي على السرير وتحط اليمين قبل الشمال وتبعين تخرج بالشمال قبل اليمين وكل ده منين جابوا ده ده محمد المصدر مين مصدر محمد بقى لا يمكن يكون الله هذا المصدر مصدره شرير لا يأتي إلا بشر الفرق بين إنك تاخد من الله كلام حق سلام بناء رحمة محبة وإنك تاخد من الشيطان كل ما يضع الناس في قبضته عايزة أؤكد لكم إنه قون محمد هو مصدر من أهم مصادر التشريع الإسلامي وخاصة بقى يعني في تفاصيل الحياة اليومية خلينا نشوف الشيخ اللي جاي ده وهو بيقول إزاي إنه حتى الضحك واللي ابتسامة بياخدوها سنة عن محمد فضل كيف تصف لمحمد ضاحك أخي عبد الرحمن ليس في العالم إنسان خلقه الله منذ أن خلق الخلق إلى رث الله الأرض من عليها سجلت لحظاته ولفظاته وبسماته وضحكاته وإشاراته وتعبيراته وجمله وكلامه وقيامه وقعوده كمحمد عليه الصلاة أنه إقرار هو شريعة حين يضحك في موقف هي شريعة شريعة خلاص تبسمه أيضا شريعة هو عليه الصلاة والسلام إن ضحك فهو شرع وهي رسالة وهي رخاء وهي نداء وهي وفاء كل شريعة شريعة لأنه صلى الله عليه وسلم يعني ليس أحد ضحكه ومزعه وبكاؤه وكلامه وطعامه وشرابه ولباسه ونومه ويقضت شريعة لمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم لما تحط إنسان في يعني هو أولا بيقولك مفيش حد أبدا لقبله ولا بعده كان مثل في كل حاجة بالشكلة علشان كده ده مصدر المصائب عندكم أو عند المسلمين والهما لسه برضه أهلي ده مصدر المصائب لأنه عندما يتحكم فيك تصرفات إنسان ناقص بالشكلة يعني هديكم أمثلة خلينا نديكم أمثلة نشوف أمثلة من الأحاديث مثلا اللي ضحك فيها محمد هتشوفوا الحاجات اللي ضحك عليها في حاجات كان بيتحك عليها عادي ويهذر مع الناس وكده لكن الترجمات بقى الوراء ضحكوا على أمور لا يليق فيها الضحك فبقوا المسلمين يعملوا نفس الحكاية ويتحكوا على حاجات لا يليق فيها الضحك كي هل كان ضحكوا في كل موقع جيد ولا مخبأ تحته مصايب بنشوفها النهاردة مترجمة في مجتمع اليوم قبل ما أوريكم بعض الحديث أنا عايز أقول لكم إزاي فكرة الحلقة دي كانت الحقيقة مسيطرة علي جدا الأسبوع ده إحنا تانية فالأسبوع ده بقى شفت تويتا لعبدالله رجدي لو سمحت تحطيلي التويتا دي طبعا عبدالله رجدي في الأسبوع الماضي كان بيتكلم كتير في موضوع مثلا الحادثة بتاعة عروس الطنطة وموضوع طاعة الزوجة وموضوع حق الزوج في اغتصاب مراته وكلام ده كله فالناس كانت بتهجموا لأنه يعني في طبعا المؤيدين اللي عملين يقولوا الله الله يسقف وله لكن الناس العقلة كانت بتهجموا فكانوا مؤيدين ويعملوا ايه يقولوا لنا بقى انتم يا علمانيين يا ملحدة مش عارف ايه ديوم كمان مش عارف ايه فكده من يومين طلع عبدالله رشدي كده بيقول ايه انا شفت انا مش عاجبكم بس مكيفكم كذا وجدتها على مؤخرة المايكروباس فتأمل يا سلام على خفة الدم يعني الحقيقة اه او اوكي رد فعلي الاول كان هيكون رد عليه بتريقة برضو بكلام لازع لكن الحقيقة انا وقفت قبل ما اعمل كده لانه الامر بقى دلوقتي يحتاج الى مواجهة بجدية بنضحك على ايه ده واحد شيخ بيدعي القداسة يعني في وسط الناس وبيعلم الناس واخلاقه اخلاق مايكروباسات كنت بقول كده ده اخلاق مايكروباسات ف واحد من من اخواتنا الاستيس محمد قال لي ده اخلاق مساجد ده مش تريقة ده اخلاق مساجد ده حقيقي ده اخلاق مساجد لانه ده اللي انتو بتتعلموه انت بتكيد الناس عشان عندك سلطان وانت شايف انه وراك اتباع عندك القرطة بتاعتك اللي بتشجعك وبتدفع لك وتلبسك وتأكلك وتشربك واللي انت مسيطر عليهم كشيخ من الموسيق زيك زي محمد بالزبط ايه الفرق بتتريق على الام الناس اللي انت بتسببها لانه اهل عروس الطنطة دي وغيرها وغيرها يامل الستات اللي انت عمال تتهمهم بانهم مصادر لكل مصايبك وضعفك ان استتات دول واهل مسلا عروس الطنطة دي هم اللي تقزوا بكلامك يعني الستة تقتلت واتدبحت وتقطعت وانت بتقول بس هي بردو حق الزوج بردو يعني الواحد يعني انا مسكت نفسي في الحلقة اللي فاتت لا كسر حقه اي زوج بيفكر انه يغتصب مراته ده مش من حقه مراته انسانة كاملة منفصلة عن الفكرة ده لازم تعامل باحترام لكن انت جبته منين ده منطق شيخ شوفوا الستايد اللي بعد كده ردود الافعال بقى بتاعت الناس كتير منهم يقولوا انا بحبك في الله يا شيخ الله الله بصوا اتعلموا بقى يا ملحدة يا شوية ملحدة وعلمانيين ويتحكوا وكل شايفين كل الايموجيز دي بتاعت الدحك وبيحبوا قوي كلامه واحدة دي واحدة ست نوها ابراهيم يا استاذة دي حاجة الدحك دي اخلاق بتهذروا على ايه انتوا عارفين انه عمل التويتا دي عشان يقول انا كايدكم هو كده الاسلام كده وانتوا تعملوا اللي انا بقول عليه وهو ده ما بيجيبش من جيبه الراجل بعض الناس كانت يعني او في واحد حطت ايموجيز كأنه بيرق اللي هي انت جبتلي الغافيان يعني المفروض ان الكل يبقى كده المفروض ان احنا ما نتحكش على الحاجات دي وما نتريقش على الحاجات دي لان ده بيدي للاخلاق دي مكان الحكاية دي لما حد بيدحك على قلم حد بالشكل ده يعني معروف ان عبدالله رجدي بيتكلم على الستات وبيهاجم الستات وكله بيقوله كده انت بتهاجم الستات طب ما بلاش كل شوية تتكلم على الستات بالشكل ده لما يقول لك الراجل ممكن يزني والست تزني بس الست زينها افدح اي حاجة عايز يتكلم على الستات فيها ويطلع الستات وما السبب في كل ما صاعد دي اختيارات ولي سبب في كل ما صاعد الخلفية السيكولوجية للضحك على الغير او على حساب الغير اللي بيتضحك عليه هنا يعني انه الشخص ده شايف اللي انا بتحك عليهم دول يستهلوا اللي جرالهم يستهلوا التهزيق طبعا ليه لانه شايف انه هو الافضل في فكرة في ما وراء خلفية انه انت ليه ممكن تبقى بتضحك علي غيرك بيقولك انه اللي بيعمل كده بيبقى شايف نفسه عنده نوع من السوبريميسي اللي هو التعالي على الاخرين انا اعلى انا افضل فانا شايف انه انت تستاهل اللي بيجرع لك هو ده خليني اشرح لكم حاجة بسيطة في موقع سايكولوجي تادي بيقولوا كده انه في جزء من المخ بيشتغل او بيصحى لما الانسان في الطبيعة البشرية كده يعني ينتفع او يتلزس على حساب اخرين انا بترجملكم ترجمة يعني حرفية زي ما هما كتبينها في المقال المتعة اللي الشخص بيشعر بيها في حالة ألم الاخرين دي بتدي بتدي له يعني راحة بيحس بفرح بده وفيه تعبير باللغة الالمانية طبعا انا هقوله بس يعني انا بتكلمش الماني بس يعني هقوله انه انه تعبير مصطلح بيتقال على الحالة دي اسمه شادون فرويدا دي كلمة المانية بيقول الحالة دي بتحصل لما نضحك في حالة او ألم شخص اخر وده شادون فرويدا دي الكلمة مركبة من كلمتين الألم والفرح او المتعة بنفس الطالب فيه درجات بقى من الشعور ده فيه واحد يقولك الحمد لله انه مش انا ده يبقى احساسه اللي جوا الحمد لانه مش انا وتبقى الفكرة اللي جوا انه احسن ان ده حصل لك انت تستاهل كده مثلا وفيه مثلا حاجة زي كده ممكن تحصل بس من غير يعني التشفي ده مثلا انت قعد محد واحد صاحبك والقهوة وقعت عليه فتتحك لكن انت من جواك يعني متأسف ان ده حصل لصاحبك مثلا او مثلا صاحبك وقع وهو ماشي فتتحك يعني انا اي مرة وقعت اتحكت ليه بقى لانه فيه تفسير علمي ده لان العقل بيختار اللاز ده فوق القلم فاتحك الاول عشان محسش بالقلم نتحك الاول وبعدين نتقلم او نتحك علشان ما نحسش بالقلم وبعدين نختار بقى نتعاطف مع الشخص ولا لا نتعاطف مع الشخص او نعود نفسنا بقى علي هكون متقلمة مع اللي بيقع هكون تخضيت على اللي وقع هكون زعلانة على خسارة اللي اتدلقت القهوة وبوزط له ربسه او بوزط له يومه هكون عندي نوع من الوعي لإحتياجات الشخص ده الفرق بقى في مشاعرك انت بتضحك عشان متعاطف ولا فرحان في شقل اخر وجواك بتقول يستاهل لانه كذا وكذا محمد كان فيه الحتة دي لم يكن عنده اي تعاطف مع الناس اللي حواليه في حالات الضحك بتاعته محمد اللي هو المصدر للتشريعات المعاشة بلا تفكير ولا تنقيح النهار ده ليه لانه عايزاك تنتبه الحتة دي احنا اتكلمنا كتير جدا انه الانسان يعني يا اما انك هتنضم لقوة الله او قوة الشيطان قوة الشر او قوة الخير فالشر ما يجيبش غير شر فاللي ابتدا محمد وصلنا لحد النهار ده اروح شر شوفوا السلايد اللي بعد كده واحد بيسأل عبدالله رشدي بيقوله انا عاوز اعرف بس عشان استفاد منك جبت منين انه يجوز الرجل اكبر الزوجة على العلاقة وسؤال تاني كيف فصل العلماء ضرب الزوجة بانه ضرب هاي او لا يجرح هل استند لنص او حديث اتمنى تجبني لاني عاوز افهم وشكرا موحي بيسأله بجد او بيت تري ما عرفش فقاله يجوز كده يجوز لانه حق وواجب هو حقه وواجب عليها والضرب فصلوه كذلك من خلال ما ورد من فعل الصحابة وتفسرهم للآية من فعل الصحابة وتفسرهم للآية اللي مصدرها محمد هو مش من فعل الصحابة بس هو من فعل الصحابة واجازة محمد دليله الرسول والصحابة نشوف مواقف كان محمد بقى بيتحك فيها وايه قصرها على النهار ده من اكبرها موضوع حديث رضاعة الكبير ودي كانت اول مرة بالنسبة لي انا كواحدة من مسلمة يعني من خلفية اسلامية بعد ما جيت للمسيح سمعت عن حديث رضاعة الكبير ده ما كنتش اسمع عنه قبل كده تفاصيل الحديث والاول مرة اصدم انه محمد بيضحك من قلم الاخرين اللي هو سببه خلينا نشوف السلايدة اللي بعد كده اللي في الحديث ده من موقع درر السنية الروي عائشة طبعا والمحدث مسلم والمعلومات موجودة على الشاشة بتقول جاءت سهلة بن سهيل الى النبي فقالت يا رسول الله اني ارى في وجه ابي حذيفة من دخول سالم هو وهو حليفه فقال النبي اردعي يعني ابو حذيفة بيتدايق من دخول سالم عليها اللي هم ابنهم اللي متبنيين واللي عنده اربعين سنة ولا راجل كبير قالت له وكيف اردع وهو رجل رجل كبير فتبسم رسول الله وقال قد علمت انه رجل كبير عارف ردعي بردو نبي مرسل من الله لم يكن عنده اي تعاطف مع واحدة ستة كبيرة ولا هو فاهم طبعا ولا يعني الفيسيولوجي بتاع الستة دي اذا كان الابن اللي هم متبنيينه راجل كبير تبقى هي ستة كبيرة بردو هتردع ايه وازاي واحدة ربته هتيجي تحطه على حجره وتردعه وبقى انت بقى تطلع لنا التبريرات بقى لكن الفكرة مش في التبريرات الفكرة انه انه محمد لم ينظر لقلم الستة دي مع انه مين اللي سبب موضوع الغاء التبني هو شهوته في النساء لانه اشتهى مرات ابن ما بنربطش ليه الحاجات ببعضها ونشوف انه لما يتبسم النبي امام الم شخص ونقول دي سنة فتجي لك واحدة تقول لك كذا كذا عندي في حياتي فتتبسم وتقول لها هو الشرع بيقول كده تجي لك ام عروس الطنطة وتقول لك الراجل ده قتل بنت يا سيدنا الشيك حكمه يقول هو يتقتل برضو وكل حاجة ممكن يقام عليه لحد وكل حاجة بس بنتك غلطانة عشان منعته من حق الشرعي ما فيش حاجة اسمها كده بابتسامة عريضة زي كده حت التاريقة اللي بيعملها دي المكتوب انا كايتكم بس مش عارف ايه يعني بيكيد الناس بيه انا مش فاكرة انا انا مكيفكم انت مكيف نفسك عشان انت بتشبع غرورك وتعاليك على كل اللي حواليك حديث اخر لمحمد فيه بقى محمد بقى بيتحك ويتبسم ويبتسم حتى بانت نواجزه الحديث ده عن قصة عيشة اللي بيقول فيها انه عيشة كانت بتلعب بالعرائس بيقول كده كانت كانوا يعني طالعين في غزو التابوك او خيبر وكان هبت الريح فكشفت ناحية من الستر اللي كانت عيشة متغطية بيه فكشفت عن بنات لعائشة لعب فقال ما هذا يا عائشة فقالت له بناتي ورأى بينهم فرسان او فرسا له جنحان من رقع فقال ما هذا الذي ارى وسطهن قالت فرس قالوا ما هذا الذي عليه قالت جنحان قال فرس له جنحان قالت اما سمعت ان لسليمان خيلا لها اجنحة فقالت فضحك حتى رأيت انا واجده طبعا عيشة اللي بتحكي الحديث ده انا تخيلت الموقف ده وعيش يعني الحياة مبارح كنت بتفرج على فيديوهات لا احفادي فعندي حفيدة بتتكلم كتير يعني دماء خفيف جدا فالحديث معاها هي عندها خمس سنين الحديث معاها ممتع جدا وبتكلم بالطريقة دي طب ايه ده فتقول دي عروسة مش عارف ايه ونتكلم بالطريقة دي واحدة على قد سنها الخمس سنين ده وبخف الدمها بتكلمني كطفلة لا يمكن انظر لها الا كطفلة عيشة كانت في غزو التابوك كانت طلع معا الغزوة محمد كان بياخد معا ستاته في الغزوات علشان ايه طفلة بتلعب بعرائس وبالليل اللي بانت نواجزه ده كان بيغتصبها بيغتصب طفولتها وبرائتها ويا لسه بتحكي ففين التعاطف بقى الضحك اللي فيه تشفي انت مش فاهم مش رابط في مخك ده من قصار محمد انت بقى ايه اما تتجوز واحدة عندها خمس ست سنين تبقى ما تنساش انك تلعب معاها بقى وتسابقها وكده وده اوكي ما بقوش يكسفوا على دموهم حتى لما يبقى شيخ بيكلم عايش في الغرب ويقعد يقول اه ممكن البنت تتجوز ويعندها خمس سنين يقول المزيع اربع سنين ممكن يقول اه ممكن بس ده رجع للآن فيه بنات بيبقى عندهم نمو مفاجئ اي هبل عشان محمد عمل ده ميراثه كان مفروض انك المفروض اننا لا نقبل ده مش نتبسم بقى ونتحك بتقول يا سلام على خف الدم الرسول وكان قاعد بيهزر معا لا لازم ترفض ما لا يقبله عقلك وقلبك وانسانيتك مش يتنقل لنا هو يضحك فاحنا نضحك كمان ده خيبة فيه فرق بين الكوميديا اللي بنشوفها في التليفزيون دي والناس بتقوم وتقع الكوميديا الفارس اللي احنا بنشوفه على التليفزيون يعني فيه فرق انك تشوف مصرحية لسلاسي أدواء المصرح وانك تكون انت نفسك عايش الحكاية دي في بيتك وانه انت تكون بتضحك على الناس اللي حواليك بنفس الطريقة يعني ما تكون ش في الناس بيترياؤوا على بعض في فيلم ولا في وصرحية غير ان انت تكون انت نفسك لا تتواصل وتتعاطف مع واقع الناس اللي حواليك بإنسانية ده مش بس كده ده احنا بقينا بقى بنتشفى في الناس ما هو ده مش بس عدم احساس لا ده بقى فيه نوع من الاستمتاع بالتشفي في الناس في واحد من كم يوم حط على الفيسبوك صديقي فلان الفلاني كان عنده اكتئاب وانتحر شاب صغير حاجة وعشرين سنة والصديق ده حزين جدا على صديقه فيه ناس قاعد تعزته وكده وبقى انت تشوف بقى ايه الايموجيز بتاعت الدحك وكلام المهين جدا والمؤلم جدا لشخص لسه فقد صديقه طب انتو بتعملوا كده ليه عشان الراجل ده انتحر ومالوش اي همية وهيروح النار واحنا احنا شايفين انه انه يعني اهو هترحم على كافر من اين لنا ذلك اهو هنعمل ايه بقى نضحك ولا نقف ناخد موقف بقى ناخد موقف نقول لا عيب غلط خلينا نشوف السلايد ده في اليوتوبر الاسمه شريف جابر الناس يعني عارفين قصة شريف جابر كان بيعمل فيديوهات بينتقد فيها السلطة الدولة الاسلام المسيحية الديانات هو ملحد بقى مش ملحد دي حاجة بتاعته يعني تخصه وانا لا اتفق مع كتير من افكاره فيما يخص الله لكن كانسان انا دائما حفظ المتعاطفة معاه وهكون بصلي من اجله لانه كانسان اولا محتاج يعرف محبة الله لي وثانيا هو في موقف لا يحسد عليه محبوس في بلد لا يقدر يخرج ولا يقدر يطلع ولا يقدر يشتغل ولا عارف يعيش فانا هقرلكم التويتا دي هو كتبها بالانجليزي بيقول انا بمر بظروف صعبة جدا وبنتظر انه اي حاجة او يمكن في حاجة هتحصل هتخرجني او تقرر مصيري في الايام اللي جاية دي او الخطوة اللي جاية ازاي اعرف عيش مش عارف لا اخرج ولا اعود ولا اعمل ايه في البلد دي مش بتكلم على البلد انا بتكلم على موقف انسان اوكي احيانا بيقول انا باخد صورة كده لنفسي بتعبر عن اللي جوا الصورة شكلها حزين جدا هو رجل عنده حالة اكتئاب دلوقتي اوكي فباخد صورة بعبر عن مشاعري بيقول بقى المسلمين مسلم بيقولوله كده انه بيقولوله انت امتى حتقفز من فوق برج القاهرة وتنتحر وتخلص على حياتك ده التعليق اللي الناس بتقولهله المسلمين كتير بقى من المسيحيين لما تدخلوا على ده هتلاقوهم بيصلوا من اجله بيقولوا احنا حزان عليك وزعلنين عليك وربنا يغير احوالك وكل حاجة وانا كمان يا ابني بقولك انا بصلي انه الله يشيل عنك الكرب ده ويفتح امامك ابواب رحمة من عنده في اسم يسوع انا اعلم انه ربنا عنده ليك مخرج من اين لنا ده واللي بيحط الكومنس دي قوم نط من على برج القاهرة ده بيعمل كده ليه بيتحك هو شايف انه ده يستحق ده فانا مش هيكون عندي تعاطف معك انا بالعكس هتحك عليك واتبسط بقلمك ما تتحكش ما تتحكش علشان تربي وتهزب في نفسك وتطرد الافكار الشريرة دي اللي مصدرها الشيطان يجب انه يكون في وقفة مع النفس لينا كمجتمع كانسان كعائلات ووقفة مع الحاجات اللي بتطلع نتيجة للافكار الشريرة دي في المجتمع بسبب الخرافات دي الاسلام مليء بالخرافات ومليء بالحاجات اللي بتخدر عقل المسلمين فيعني علشان خاطر يبقوا ماشيين في قطار ولكن عندهم حاجة بقى ايه يعني يشورورهم عارفين اللي يقولك ايه حط الجزرة قدام الحصان فيفضل ماشي هم حطين لوكوا جزرة اسمها الجنة كده ولا whatever فتفضل ماشي وانت مغمض لكن لازم ناخد احنا قرارات خد قرار انك تبقى انسان ازاي تسمع لامثال عبدالله رشدي وغيره من الشيوخ بكل الخرافات دي ونتحك في احد المشاهدين اليومين اللي فاتوا فكرني بجملة قلتها في حلقة سابقة وارجع اقولها لكم مرة تانية لو مشاورتش على الغلط مش هيتصلح فانا النهاردة بقولك شاور على الغلط علشان حياتك تتصلح علشان مجتمعك يتصلح علشان يكون عندك طريق انك تعرف قلب الله الحقيقي ليك بصوا بقى الشيخ العجيب ده احنا يسا متعرفين على الشيخ ده ده له متابعين كتير قوي بيتكلم عن الجزرة اللي قدام الفرس اللي بيحطوها دي سوق الجنة خرافة من الخرافات الاسلامية العجيبة شوف بقى بيقولك ايه سوق الجنة تفضل سوق الجنة فيحمل لنا ماشتهين لا ليس يباع فيه شيء ولا يشترى محلات محلات دككين ايه هنا هنا فيه غلمان مخلدون كلقلق المنثور هات مية هات مية وخمسين على الاصر هنا فيه طيور من ذهب هات طيور وفي حاجة ما طيور من ذهب مش عارب بس انا بقلف عليكم وانتوا حتصدقوا ما اي حاجة والله يطيور من ذهب حنقولها وان شاء الله انا عايز تيور من ذهب خدت بالك خدت بالك وفي حالي اسمها تيور من ذهب انا بقلف عليكم والناس تتحك خليني خد المكالمة دي معنا مكالمة من اليزابيث اهلا بيكي تفضلي اختي اهلا اخت اماني اهلا انا اليزابيث من تونس مرحب بيكي اختي اهلا بيك اكثر انا عابرة عندي سبع سنوات الماجدة للرب اي اشكر الرب بالحق يعني نقلة نوعية بالحق لحياة الانسان معنا نتمنى كل المسلمين يفيقوا من الوهم هذية من الكذبة الكبيرة هذية اللي احنا تولدنا فيها من القيود هذية اللي احنا مقيدين بها بالحق يعني انا حياتي كامل عمري عمري ولا امنت بمحمد كرسول يعني شخصيته تبعث الشك بالحق يعني اكثر حاجة شكتني في الاسلام هي شخصية محمد الضحوك القتال معانتها اللي فرض دينه بالصيف على العباد يا ده يعني انت كنت منتبه الداو انت مسلمة من اللي انا صغيرة انا من اللي قالوا لي اللي هو اخذها عايشة عمورها تسعة سنوات هذه ما دخلتش المخيمة ما يصدقش انا نبي معناها جاي من عند ربي معناها عنده هالة قدسية وقداسة وقدس وفيه وهو ياخو ابنية صغيرة يختصب بالبراء امتاح صحيح اليزبت ايه اللي خلاكي تاخدي اول خطوات لمعرفة المسيح هو اول خطوات هي اول حاجة انا المسيح حبيتهم اللي انا صغيرة خاطر في صغري كنت نشوف المسيحيين مختلفين على المسلمين يعني هم عندهم سلام احنا ما عندناش اكثر اكثر حاجة لفتت انت به السلام اللي عندهم يعني عندهم سلام ملحوظ يعني تشوفوا في وجوههم في طريقة كلامهم في تعاملهم مش كيفنا بالكل مش نفس الروح يعني في الاخر معانتا قاعدت نقارن يعني ما عندناش نفس الروح الروح اللي في المسلم ديما روح غضب ديما مرارة ديما عم تشنج على عصابه معانتا ما يتملكش حتى عصابه معانتا بارقانتا المسيحيين كنت نشوفهم ديما سلام ديما في سلام هذي الحاجة اللي لفتت انت به المكدل للرب المكدل للرب ويلي بقالك دي بتشاهدي قناة الحياة اكثر من سبع سنوات بشوية كويس نشكر ربنا اذا انت قبلت المسيح من سبع سنوات وعيشة بتتعلمي بتنمي في الرب كل يوم طبعا أنا عملت دورات تكوينية في الكتاب المقدس باللغة العربية واللغة الانجليزية على الانترنت ممتاز على الانترنت والكتاب المقدس قريت وكله بالعهدين القديم والجديد ونتابع البرامج الدينية المسيحية وننمو في النعمة بالحق يعني نحسن بتغير دي احب احب سمعها من العابرين انكم بتنمو في الرب كل يوم دي احلى حاجة طبعا والروح القدس المعطالين معناها ينمو ايضا ينميك كل يوم ينميني كل يوم ويزيدك شفلي حاجات كل يوم يعني مش انا نفسي اللي كنت سنة للفارت مش هي سنان حس عندي اكثر روح تمييز يعني روح التمييز اللي عندك وال يعني تحس ربي يكلمك في كل لحظة في حياتك يعني بالحق ربي منظم لحياتي هو اللي يقود فيها بالروح القدس في كل شي في كل حاجة نعملها امين امين اسمعوا كل العابرين ربي منظم لحياتي كل حاجة مشاركة فيها دي حياة مختلفة ابسط ابسط التفاصيل ده وبالحق وميصدقوش المسلمين انا محنش نكذب عليكم ما عندي علش مش نكذب عليكم صدقني ابسط تفاصيل حياتي هو ينظم هالي وحتى كي نطلب منه حاجة يعطيها لي معنا اي حاجة نطلبها منه لحياتي معنا هو قال كل اشياء تزادوا لكم اطلبوا اولا ملكوت الله وبره كل اشياء تزادوا لكم هو يعرف احنا لشنو محتاجين معنا يعطيني كل حاجة المؤمن كمان يا اليزبس بيبقى عنده الرضا بالحياة مع الله ايا كان شكلها لكن بيديكي تعاطف مع الاخرين حاجة مهمة اوى انتي قلتها يعني الواحد بعد ما بيطلع من الاسلام بنبتدي نشوف بقى الصورة الحقيقية النهاردة انا كنت بفكر انا كنا بنسمع الكلام ده عن الجنة والسوء بقى والدهب ومش عارف ايه وطوبة فضة وطوبة دهب ازاي كنا بنسمع الكلام ده ونقبله يعني كل الخرافات دي ازاي كنا بنسمع الكلام ده ونقبله بالحق بالزبط طيب انا حابة ان احنا نفضل متواصلين انتي طلبتي على الواتساب ولا على الارقام المباشرة على الواتساب اكتبي لي رسالة دلوقتي على الواتساب عشان نتكلم بعد الحلقة احب جدا ان احنا نفضل على تواصل اوكي ربنا يبركك اشكرك جدا على مداخلتك اي شكرا لك شكرا حابة سلام طيب يعني ربنا بشكرك من اجل اليزابيث ومن اجل تونس يا رب في اسمي يا سوع انك تقيم بناتك المحبين الحياة فيك ومعاك يا رب من داخل تونس يكونوا شهادة ليك في اسمي يا سوع ارجع تاني لفكرة سوق الجنة ده سوق كانتو بقى سوق whatever وشوفوا بقى الكلام اللي هو بيتكلم عليه الغلمان المخلدون اللي قالولكم انه دول مش عارفة قالولوا مكنون وبيلفوا كده هتروح تشتري 150 واحد عشان تعمل بيهم ايه ويقولوا ايه ايه بعد بقى طلع على القصر بقى طلع على القصر وبعين يقولهم ما انا اي حاجة هقولوا انتو هتصدقوني برضو لان كل الشيوخ دول لازم ننتبه للكلام ده بيبقوا عارفين ان انتو هتصدقوا اللي هيقولوا هم عودوكوا على كده احنا تربين على كده بنستلم ولا نفكر اكيه والناس تتحك ما تتحكوش الكلام ده بيسرق حياتك الابدية ونفسك وروحك وبيخليك تبقى في قبضة الشيطان بص الفيديو اللي بعد كده وشوف الكلام ده انا عايزك تسمع رتب ده وانت بتسمع كده هل ده يليق ولا لا يليق نشوف الفيديو اللي جاي هنا بقى الهدوم حرير بقى وسندس وهدوم بقى الحاجات بقى تحت الجنة بقى مش حاجات بتاعة باريس لا حاجات بتاعة الجنة بقى يعني موضة الجمعة دي موضة الجمعة دي طب وهنا هنا حور عين عارف هتعمله ايه شمع المحل وعبيتي يا بني انا عارف المحل اكيد انت عارفه طبعا اكيد طبعا اكيد هو عارف المحل اكيد بصوا بقى اللبس بقى وحور العين والكلام ده كله يعني يقولك ايه وانه الواحد يبص يفضل يبص لخد حور العين مئة سنة فواحد هو قاعد قال له طب والباقي يعني وقاعدوا يضحكوا الناس بتضحك على كلام جنسي جوه الجامعة دي بقى تربية الجوامع ناقص شوية حشيش وكم جوزة وانماشيهم بقى على الناس اللي حوالينا بقى وايه دي عقول خدرها فكر شيطاني كلام جنسي كلام جنسي مفتوح كده لاغراء العقول والناس المحرومين وإفساد الأرواح لانه الكلام الجنسي ده جوه الجامع انت بتحرد على الناس بتحرد الناس ان هم يبقوا عايزين يروحوا الجنة دي عشان المتعة دي يقول له في جزء تاني يقول له انت فيه ناس هتدخل علشان الصلاة وناس هتدخل علشان الحسنات وناس هتدخل ادفع ادفع عشان في الآخر ربنا بقى اللي هيدفعلك فانت بتقدم عشان تاخد من غير اشتياق لله والعيشة معاه لانه هذا الاله لا يمكن يعطيك الفكرة دي ارفض الكلام ده وانت قاعد كده في الجامع انا مكنش مصدقة نفسي وانا بسمع ان ده شيخ النهار ده النهار ده موجود وبيقول الكلام ده يعني ايه يفرق ده عن يعقوب وحسان والكلام ده كله والحلقات اللي عملناها عن الحر العين واللي قاعدين واضح عليهم الشهوة الجنسية وهم عنين جوه الجامع وبيكلموا على الكلام ده ايه الفساد ده ازاي بص الفيديو الاخير ده وفي ذلك السوق يلقى اهل الجنة بعضهم بعضا فيقوى فيقبلوا ذو البزة المرتفعة فيلقى من هو دونه وما فيهم دني فيروعه ما يرى عليه من اللباس والهيئة واحد في درجة خمس تلاف والتاني ثمية اول ما يشوفه خمس تلاف ده ايه هيدا هو في حاجة اسمها كذا غيران بك ينقضي اخر حديثه حتى يتمثل عليه احسن منهم مش تشوف حاجة تحسن انت اقل من المقام فتروح وانت زعلان كلمتين وتبص على نفسك تلاقي نفسك لابس حاجة تانية ازاي جنة ايه ده جنة بقى جنة ده الفانوس السحري بتاعهم السؤال يا مستمعين هل الكلام ده يليق بانك تكون في محضر الله المفروض بقى الجنة دي يعني المفروض بس طبعا هو ما فيش محضر الله في الاسلام لكن انك تكون في الجنة ولسه مخلصتش من بشريتك اللي المفروض ان انت لو غيرت في الارض يبقى يبقى غلط المفروض ان لو حسدت في الارض يبقى غلط وهكذا هتروح بقى تحسن في الجنة وتاخد مكافئات على حسدك وعلى غضبك وعلى تزمرك عندك اثور ولسه مش تلي 150 لقلق مكنون وحور عين والكلام من ده وشمعت المحل وبرضو غيران عشان راح تلبس احسن منك الطبيعة البشرية اللي نقلها محمد كل شهواته الشخصية وشهوات البدو اللي كان عايش معاهم اللي ما يعرفوش حاجة عن الحياة اصلا ما عندهمش امكانيات الحياة دي نقلها وإحنا لسه بنستلمها وعمين نهز راسنا بتتحكوا على ايه لماذا لا تميز يجب ان احنا لا نضحك من قلم الاخرين ويجب ان احنا نميز عندما نخدع من شيوخ زي كده بيتحكوا علينا في الاخر عايز اقول حاجة ان الطبيعة البشرية فيها انانية وهمجية من الاول لكن محتاجة ترتيب تهزيب حتى يكون هناك فرق بين الانسان اللي خلق على صورة الله ومثاله والحيوان الله اعطى ادم وحوى ادوات علشان يحيوا بها يعيشوا بها يعيشوا يبقوا اقرب ليه شبهوا اكتر على مرة العصور البشر طوروا من نفسهم لكن يجي المسيح ويطور الانانية دي يقولك انت لازم تترك ذاتك وتتعاطف مع الاخرين وتحب الاخرين تطوير انفسنا اختيار تطوير نفسك اختيار لما نور ربنا ينور قدامك كده يقولك انه ده غلط في حياتك مش لازم تكون شعوة في حياتك مش لازم يكون حسد في حياتك مش لازم يكون تشفي في حياتك ده من الله في نقطة مهمة اوي كانت في ال psychology today كان بيقولوا كده انه القيادات في حياة الانسان هي اللي بتطور الانسانية وتخلينا بدل ما نبقى فرحانين في الام الغير نبقى متعاطفين مع الغير يعني ده المعنى كده فانا فكرت انه الربط هنا في القيادات وقيادة محمد للمسلمين ده اللي وصلتنا لي الانفصال العنصرية التشفي التعالي على الناس لكن المسيح لما يقول انا فرحا مع الفرحين وبكاء مع الباكين عندما يبكي المسيح نفسه لألام ابناء المتقلمين عندما يقول يصنع خيرا يشفي ومرضى ويقيم موتى وفي الآخر تعاطف الله مع ألمنا ومع خطيانا ومع انه مش عايزنا نهلك انه هو نفسه يقدم نفسه على الصليب من أجلك ومن أجلي حتى يكون لنا حياة معاه ويكون لك حياة أفضل معاه دا يديك دا يديك محبة لانك تكون شبه الله بالصورة الحقيقية مش شبه الشيطان ما قدمه محمد ما خليش عندنا حساسية وشفافية لمفهوم الخطايا اللي جوانا احنا بقينا ننظر للآخرين ونتعالى عليهم توب الآن لا تضحك على ألام الآخرين ولكن اطلب من الله انه يعطيك تحنن من عنده اشفاق من عنده تراحم من عنده ومحبة للآخرين وده لا يأتي إلا بالمسيح إلى اللقاء